المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة النهاردة اتكلمنا عن السوبر إليبيشن تمام؟ والترانزيشن كيرف وازاي نقدر ننفذهم؟ هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها الوايدنينج كنا ذكرناها كده وإحنا بنتكلم على الترانزيشن كيرف وقولنا أحيانا لما بنحتاج نعمل توسعة على الهوريزونت الكيرف بنستخدم مكان الترانزيشن كيرف عشان نعمل التوسعة دي طيب التوسعة بتكون ليه؟ فيه سببين للتوسعة السبب الأولاني حاجة اسمها والسبب التاني السبب التوسعة النفسية عشان تريح الناس الميكانيكال بتعمل عشان ايه؟ اكتفقنا أنا بصمم الطريق مش عشان واحد من السيارات يستخدمه عشان كل تركيبة المرور اللي عندنا تستخدمه وكنا متفقين مع بعض في البداية لما تكلمنا إن أنا تركيبة المرور عندي ممكن تكون متغيرة يعني ممكن يكون عندي عربيات نقل وعربيات ملاكي وعربيات بساط فعربيات النقل دي طولها بيتفاوت على حسب نوع السيارة عربيات النقل الحقيقة لما بنجي نبص عليها في الـ بي بي دي جي بنلاقي إن هي تلتاشر كلاس تلتاشر كلاس من السيارات يعني أول أربعة منهم مش نقل من أول كلاس رقم أربعة بنبتدي نتكلم أربعة على البساطة وبعدين من أول خمسة بقى لحد تلتاشر 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 عربيات النقل عربيات النقل أشكالها كتير ماشي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله لو بقى في فرصة في التصميم الإنشائي بس لازم نبقى فاهمين نحن من الملاحظات بتاعتنا كيوزر إن عرباتنا اللي ممكن تكون مأطورة واحدة بس ممكن تكون مأطورة وراها أكتر يعني جرار ووراء أكتر من مأطورة فالطول بيختلف فكل ما زادت الأطوال اللي هتستخدم المنحنة كل ما بقى احتمال يكون فيه احتياج لتوسيع المنحنة عشان العربات دي لما تيجي تلف في المنحنة الطول الكبير اللي مستخدم العجل القداماني والعجل الوراني خالص آخر أكس وأول أكس بيستلزم إن إحنا نوسع المنحنة عشان ما فيش عجل من النوع ده يطلع من على الرصف بتاعه فالميكانيكال وايتن اللي بيتحسب إزاي قالك إن الده بيو ميكانيكال ده العرض بتاع التوسعة بيساوي قد ايه؟ بيساوي الن مضروبة في قل التربيع على اثنين قد إبقى الن ده عدد الحارات أكيد كل ما يبقى عندنا الحارات أكتر والحارات الداخلية ممكن تكون أخطر فبنحتاج توسعة أكبر الـ طول الويل بيس ونقصد به هنا اللي هو أطول عربية ممكن تستخدم الطريق والـ طبعا هي نصف كتر المنحنة لو دخلنا هنا المعادلة هنا مش معادلة وضعية ما فيهاش ثوابت فلو دخلنا الطول بتاع الـ ودخلنا الـ بالمتر فهيطلع لنا التوسعة بالمتر لو دخلناهم بالـ هيتلع لنا التوسعة بالـ السيكولوجيكال وايدنينج بقى قال لك ده عشان يدي أمان نفسي لسقيق السيارات فقال لك السيكولوجيكال وايدنينج بيساوي قد إيه قال لك السرعة مضروبة على تسعة ونوص جهاز رقم السرعة بالكيلوميتر بر أور على تسعة ونوص جهاز رقم فده يقدر يخلينا نحسب قيمة التوسعة اللي احنا محتاجينها على المنحنة أو عرض التوسعة بيكون قد إيه الـ وويدنينج والـ اللي هي السيكولوجيكال ويدنينج بيتحشبه بالمعادلات اللي قدمنا دي طيب بقى إنا حاجة بقى عايزين نتكلم معيها إيه اللي دوت إيه يا دكتور لازان هو مكتوب قدام ما هو أنا قلته والله الشيئ يعني ايه المسافة ما بين أول X في العربية خالص وآخر X يعني ايه X التاس ده المحور اللي بقى ركب عليه العجلتين على يمين وع الشمال يعني على سبيل المثال عارف العربية المالكية عي действительно العربية المالكية فيه X قدام فيه عجلتين عجل على يمين وع الشمال اللي تحت السوق على طوب تماما دكتوروس Давайте عيدي عجلتين ورق على X تاني المسافة ما بين الأكس دا والأكس دا هي الويل بيس. العربية الملكية ما بتشغلناش خالص في المنحنات لأن العربية ملكة صغيرة والويل بيس بتاحها أصلا صغير. تمام؟ لكن بيشغلني عربية النقل. عربية النقل زي ما قلت من شوية أنا. إنه بيبقى ممكن يكون عندي عربية نقل هي سنجل يونت بس. عربية واحدة بس. وممكن يكون عندي عربياتنا اللي فيها جرار قدام ومقطورتين مثلاً وراء. تمام؟ والمقطورات نفسها اللي هي المقطورة نقصة اللي بتتركب على الجرار. اللي بيبقى عليها الكنتينرز الكبيرة اللي بتشيل البضايع. أو هي نفسها بيتركب عليها صندوق يشيل البضايع. المقطورات دي أطولها بتتغير على حسب نوع العربية. تمام؟ فأنا الويل بيس هنا لو أنا عندي أكتر من مقطورة. الأكس اللي قدام خالص بتاع الجرار الأولاني. والأكس الأخير خالص آخر عجلتين مرة. ماشي؟ ده اسمه من مسافة من أول هنا. من أول لحد آخر من أكس الجرار. لحد آخر أكس عندنا ده اسمه الويل بيس. كل ما طول الويل بيس كل ما احتاجنا توسعة أكتر. تمام؟ وضغت لك كده أنا الالة اللي هي ايه؟ في حد عنده سؤال تاني في السلايد دي قبل ما أغيرها. هيا يا دكتور براني. نصمم على الآن وطول بقى يعني. أكبر عربية هتستخدم الطريق. تمام. أنا بيبقى عندي المفروض في عندنا حاجة اسمها ترافيك كاونت. يعني ايه ترافيك كاونت؟ إن احنا بنبقى لو الطريق لسه بنصممه جديد خالص. بننتوقع يعني بنتوقع ايه العربية اللي هتستخدمه. لو أنا عامل طريق. والطريق ده على سبيل المثال فيه جنبه محجر. ماشي. أو حيوصل لمحجر. تمام؟ فمحجر يعني عربيات نقلة هتشيل رمل وزلط من المحجر. تمام؟ أشوف ايه نوعية العربيات اللي بتستخدم في المنطقة دي. أو لو أنا عندي طريق من مينة. ديما طرق المواني. هي أكتر طرق لما تيجوا ببصوا فيها كده. بيدقى وقوي فيها التصميم. لأن الأوزان والأطوال بتاعة العربيات بتكون كبيرة. تمام؟ فلو أنا عندي طريق وصل لمينة. المينة دي ورد أن يجي فيها بقى أي بضايع وأي عربيات. وكل العربيات بتستخدمها. تمام؟. فأنا لازم أشوف أطول عربية هتستخدم الطريق. وهي باخد اللينز بتاع الويل بيس بتاعها. عشان أوسع المنحنات اللي على الطريق اللي. كده تمام يا شباب؟ آآ دكتور. لو لو العربية جرار وراها مقتورتين. هيبقى القل من أول أكس عربية الجرار. لغاية آخر آخر عجلة في المقتورتين. آخر آخر آكس في المقتورة الأخيرة. تمام يعني العربية كل لها يعني. كل لها. تمام جدا. ماشي. معنا بس جزء صغير كده اللي بعد العجلة الأخيرة واللي قبل العجلة الأولانية بتاع تتجرب. حاجات بسيطة قبل. تمام؟ سؤال يا دكتور. تمام. اتفضل. حد هايز يسك. كان فيه حد بيقول سؤال يا دكتور ولا خلاص؟ أيوة طارق كان بيسك. آآ تفضل يا طارق. قلنا أنت يا طارق. آآ يا دكتور. آآ يا دكتور. ماليش. فاصلت ماليش معاك. وانت فسأل حدرتك بس. انا بوسع الاتنين الميكانيكال والسيكولوجيكال. ولا بختار الأكبر فيهم. بختار الأكبر فيهم. تمام يا دكتور. تمام. الشكل ده بس للتوضيح. ماشي. لو أنا عندي كده العربية بنمثلها بأن عندي أكس قدام. بنسميه الفرانت أكسل. وعندي أكسل أخير خالص. بنسميه رير أكسل. فاللينس اللي نقصده. اللي كان زي منا بيسأل عليه. هو الفرق بين العربيتين. الأكسل صحيح. عشان أنا لما هيجي يلف. اللي اتنين لما يجوا يلفوا. ممكن لو أنا مش عامل توسعة كفاية. العجلة الورانية تخرج عن الأسفلت اللي أنا عامل. تمام. فضلنا آخر حاجة بقى على الورزونت الكيرب. احنا كنا قلنا. في محاضرة السايد ديستنس. وإحنا بندرسها أول محاضرة خالص. إن أنا محتاج السايد ديستنس عشان لما يجي صمم الكيربات. سواء كانت كيربات أفقية. أو إن شاء الله لما هناخد في المحاضرة اللي بعديها كيربات رأسية. تمام. فأنا عايز أعرف المنمام سايد ديستنس اللي متوفرة على المنحنة. هل هي قد السايد سايد ديستنس اللي قعدنا نحسبها في أول محاضرة بالسرعة القصوى ولا لأ. ماشي. فالأول قبل ما نبتدي نبص. السايد ديستنس لو أنا عندي كيرب كده منحنة تمام. وأنا ماشي عن منحنة. نبص أنا بشاور فين كده. وده السنتر لاين بتاع الطريق. وعندي الطريق ده أكتر من حارة. يعني ساي لو أنا عندي الطريق ده حرف الطريق. وده السنتر لاين بتاعه. والناحية التانية في حارة زي. تمام. أكتر عربية بتبقى شايفة قليل أو أقل عربية في الرؤية هي العربية اللي ماشي في الحارة الداخلية. تمام. لو أنا عندي ساي أوبستركشن. أوبستركشن نقصد بإيه. مبنى شجرة أي عائق في الطريق. فاللي متوفر عندنا حاجة اسمها الـ HSO بنسميها الـ Horizontal Site Line Obstruction. في عائق في اتجاه خط النظر. خط النظر مستقيم يا شباب. يعني مبدئيا كده. لو ده المصار العربية بتمشي فيه في الحارة الداخلية. فدي المسافة المتاحة العربية عشان تمشيه. لكن خط نظر السائق بيبقى خط مستقيم. خط نظر السائق مش منحاني. خط النظر وإحنا بنبص. خط النظر بتاعنا اللي طالع وبيشوف الحاجة بيبقى خط مستقيم. طيب. لو أنا الجزء المتاح لي للرؤية اللي هو بنسميه الـ HSO أو الـ Horizontal Site Line Offset بالقيمة دي. أنا قدر أخلق علاقة من قواعد الدائرة ما بينه وما بين المسافة المنحنية. اللي هي تعتبر الـ Stop In Side Distance بتاعتي. أنا عايز إيه؟ أنا عايز أعرف هل المسافة اللي على المنحنة دي كفاية؟ يعني المسافة اللي متوفرة على المنحنة اللي احنا عملناه. لو درسنا كل العوائق اللي موجودة. كفاية عشان لو حصل لقدر الله إن السائق في أي وقت من الأوقات اكتشف وجود عائق على الطريق. يقدر يتوقف قبل ما يصطدم بالعائق ولا لا. فبنعمل الكلام ده إزاي؟ فيه عندنا معادلة هي. ماشي؟ تبص في المعادلة كويس. دي نفس الرسمة اللي فاتت. ماشي؟ من الحارة الداخلية. من Center Line الحارة الداخلية. أنا أحسب قيمة M. ماشي؟ M هنا مش هتبقى M الكاملة بتاعت المنحنة. M لحد الحارة الداخلية لو أنا عندي عائق. قد إيه؟ وأحسب منها العلاقة ما بينها وما بين السائد ديستانس بالعلاقة اللي موجودة قدامنا دي. العلاقة هي بتقول لي إن M بتساوي R في واحد ناقص كوزين. 28 و 65 من مية S. ماشي؟ على A. اللي هي إيه S؟ قالك لسطوبينج سائد ديستانس. المتاحة على المنحنة ده. تبقى للام اللي موجودة دي لو فيه عائق. ماشي؟ الام المقاسم. تمام؟ فلو أنا جبت العلاقة ما بين الميدل أوردنت وما بين السائد ديستانس. هجيب لسطوبينج سائد ديستانس اللي موجودة في المكان ده قد إيه؟ تمام؟ على المنحنة. أنا كده كده قادر أحسب قيمة السائد ديستانس. المطلوبة للسرعة القصوى كان من المعادلات اللي خدناها في حضرة السائد ديستانس. لو الام المتاحة، لو الام الموجودة هنا طلعت بينها وبين السائد ديستانس. العلاقة دي فحسبت قيمة السائد ديستانس دي المتاح. دي الأفاليبول. ماشي؟ لو هي قيمة السائد ديستانس المتاح. أكبر من السائد ديستانس المطلوبة للتوقف تماماً. من السرعة التصميمية خيرو برك. بقى المتاح أكتر من الإيه من المطلوب. ماشي؟ طب لو كانت المتاحة أقل من المطلوبة عشان السرعة التصميمية. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ دي سؤال يا شباق. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ماشي. هناخد مثال. طبعاً احنا العلاقة ما بين ال-M اللي هي ال-HSO أو بنسميها-M وما بين ال-stopping side distance نقدر نحسبها. يا بالمعادلة دي. معادلة اللي قدامنا حالاً دي. ماشي. يا بالمنحنة ده. المنحنة اللي قدامنا ده. دي مجموعة منحنياتها هي. خلاص. أعطيني فيها قيمة ال-radius. قدي ايه? عالشماية. وعطيني فيها قيمة ال-HSO اللي هي ال-M يعني من centerline الحارة الداخلية. بصوا كده. HSO مكتوب هنا. شايفين؟ horizontal side line. Offset. centerline of inside lane. من centerline الحارة الداخلية. ده المكان اللي هيبقى موجود في السائق. اللي عليه خط النظر بتاعه. ماشي. لحابة ال-obstruction. الشكل اللي قدامنا. المعادلتين اللي فاتوا. واحدة نقدر نطبق فيها عادي. بالفيت. واحدة نطبق فيها عادي بالمكر. تمام؟ والمنحنة ده. اللي قدامنا. ده النفس المنحنة للمعادلة اللي فاتت. بس بالفيت. تمام؟ اقدر هنا اخش اجيب السرعة التصميمية كده. تمام؟ او اعوض في المعادلة عشان خاطر عندنا مثال اهو. مثال. بيقولك. مثال على الكلام اللي احنا بنقوله. عندنا منحنة نصف القدر. 1909.86 في. وال-site obstruction. المسافة بتاعة المبنى. من centerline الحارة الداخلية. ب12 فيت. والسؤال بيقولك. لو انا عندي عربية ماشية بستين مايل برقاوة. ماشي. العربية دي تمشي على الكرف ده. ومتوفرة. مناسبة؟ ولا لا. اه. تمام؟ طبعا احنا احنا تعلمنا في محاضرة ال-stopping site distance. انه هنحسب. لو انا عندي سرعة بالميل. اه ده رحسب قيمة ال-site distance. فهو هنا بيقولك اهو انا بفكرك ان العربية اللي بتمشي بسرعة سبتين مايل برقاوة. لو رحنا طبقنا في المعادلة اللي احنا اخدناها. اللي هي واحد سبعة ورمعين من مية بي في تي زائد بي تربيع على تلاتين بقية المعادلة. هتديني مطلوب لها site distance ربعمية خمسة وسبعين. ماشي. طيب. مطلوب ربعمية خمسة وسبعين. لو انا عندي نزف قطر المنحنة الف تسعمية وتسعة. والم المتاحة على حسب العائق اللي عندي المبنى اللي موجود يعني على المنحنة ب12 في. لو انا حسب. تبصوا كده. لو ام ب12. وطبقنا في المعادلة او استخدمنا المعادلات البيزيك بتاعة الدايرة. معادلة الدايرة. فهنطلع هنا قيمة طول اللونج كورد اللي هو طول خط نظر السائق. بربعمية سبعة وعشرين. هو طول الكير بسوري معناش. طول اللونج كورد. فطلعتلي بربعمية سبعة وعشرين او ربعمية سبعة وعشرين. واللي مطلوب ربعمية سبعة ساعتها انا مقدرش ايه. انا مقدرش. اتفضل. ممكن شرح من قبل دي كده بسلايدين كده. الحتة اللي هي بتاع المصفة الرؤية والكلام ده. ايوة دي. نرجع سلايد كمان. تمام. ماشي. ماشي. بصوا شبايا. انا عندي خط. لو انا عندي منحنة. تمام? وعندي المنحنة ده فيه اكتر من حارة. وعندي عائق. العائق حطي ناسها المثلنا بالسهم الاخضر ده. ماشي. العائق ده مبنى. العائق ده ايا كان بقى. فانا عندي مسافة من العائق لحد مش سنتر لاين الطريق. لحد سنتر لاين الحارة الداخلية. ليه سنتر لاين الحارة الداخلية؟ كل ما المسافة بعدت ماشي كل يعني انا بصيلة وانا عندي طريق اربع حارات مسافة. اللي ماشي في الحارة الرابعة الخارجية شايف اكتر واوسع من اللي ماشي في الحارة الداخلية. تمام? وده بسبب المدنة. اوكي? فانا دايما لما باجي اعمل حساباتي بعمل حساباتي على ايه؟ على المست كريتكال. تمام? فالمست كريتكال هو اللي شايف اقل اللي في الحارة الداخلية. فانا هاحسب الام بتاعتي او بنسميها الـ من حرف المبنى الحارة الداخلية. انا لازم اوفر للي ماشي في الحارة الداخلية دي انه بقى شايف. عشان لو بقى في عائق في الحارة بتاعته يعرف يتوقف. تمام? فالناس عملونا معادلة كده ما بين الـ M او الـ HSO في الحالة دي. وما بين الـ R. تمام? قالك المعادلة بتساوي ايه؟ الـ M بتساوي R. واحد ناقص كوزين. تمانية وعشرين خمسة وستوين من مية. السايد ديستنس. ايا كانت السايد ديستنس. تمام? على R. المعادلة دي معادلة يعني لو دخلت الوحدات بالمتر. هيتلقى كله بالمتر يعني. نفس المعادلة لو دخلت كل الوحدات بالمتر او دخلت كل الوحدات بالـ US customer. تمام? اقدر اجيب علاقة ما بين السايد ديستنس والـ R والـ M. او استخدم قوانين الدايرة الاساسية. ماشي؟ فانا هاجي هنا عندي مثالهم. تمام؟ قالك المثال فيه ايه؟ فيه منحنة. ونصف قطر المنحنة عطاهولي. واداني كمان قيمة الـ HSO او الـ Offset من المبنى. حرف المبنى او العائق لحد سنترلين الحرك الداخلي. تمام؟ انا عشان اتأكد السرعة التصميمية ونصف القطر دول مناسبين او لا. عملنا خلاص كل اللي قلنا قبل كده وحسبنا السوبر إليبيشن وحسبنا العلاقة ما بين السوبر إليبيشن وكلام من ده. لكن كمان لازم اتأكد من ان السايد ديستنس بتاعتي متحقق على المنحنة. تمام؟ ان الـ User او الـ Driver لو حصل عنده عائق في اي وقت هو على المنحنة يقدر يتوقف قبل ما يصطدم به. تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هنحسب العلاقة ما بين الـ M اللي هنا دي وطول اللونجو كورد. او نطبق بنفس الطريقة في المعادلة اللي فات. ماشي؟ فلو انا عندي قيمة الـ M هو عطيها لي بـ 12 فات. واللونجو كورد احنا عارفين المعادلة بتاعته نقدر نحسبه. ماشي؟ فقدر اجيب قيمة دلتا هنا من المعادلة. دلتا هنا الزاوية المحصورة عند العائق. تمام؟ وطبق عشان اجيب طول اللونجو كورد. لو طلعت قيمة اللونجو كورد دي. مسافة دي المسافة اللي على المنحنة المتوفرة على المنحنة في وجود العائق ده. لو طلعت اكبر من الـ required side distance خلاص خير وبركة. ما طلعتش يبقى انا ساعتها لازم اعمل ايه؟ لازم اعيد النظر في الصرع على المنحنة. تمام؟ قادر اعمل الكلام ده ازاي؟ بطريقتين. الطريقة اللي متطبقة هنا ان انا بعود في معادلة اللونجو كورد. ماشي. اللي احنا احنا خفزينها طبعا المفروض. وطلع قيمة اللونجو كورد بقى دلالة الدلتة الجديدة. الدلتة دي مش بالضرورة تكون دلتة التصميمية بتاعت المنحنة. لا دي ممكن تكون دلتة بس اللي محصورة على الخط المميس لسطح المبنى العائق. ماشي؟ ففي الحالة دي احسبها. او لو انا مش عايز اشتغل في المعادلة دي. اللي هي المعادلات الاساسية بتاعت الدايرة يعني. نشتغل في المعادلة اللي احنا شفناها من شوية. اللي هي 28.65% نروه في السايد دستانس على قبل. طبعا؟ طيب. اجيب من هنا بقيمة السايد دستانس المتوفرة على المنحنة كان. في وجود العائق اللي قدامنا. ماشي؟ واقارنها بقيمة السايد دستانس المطلوبة للسرعة التصميمية كان. اللي انا قلنا السرعة التصميمية هنا 60 ميل بر او 90 كيلو على الساعة. مطلوب لها سايد دستانس مقدارها كزا. طلعت لي هنا 475. واللي موجودة على المنحنة 428. يبقى هنا محقق الشرط الامارة. هنا مطلوب له 475 فت عشان يقف. ماشي. ومتوفر له 428 فت. فالحقيقة انه لو كان فيه عائق وهو بدأ يشوف العائق من اول خط النظر ده. اللي احنا اتفقنا ان خط النظر دائما بيكون ايه؟ مستقيم. وشافه مش هيلحق يقف قبل ما يوصل عند العائق. فهيستضم بيه. يبقى هنا في الحالة دي. دي مش كفاية. ماشي. في اما انا هنا اعمل زي ما زميلك ايه. اجي على المنحنة ده وقول لا انا هنا هستخدم سرعة 55 ميل بر اوار مثلا. ماشي. او اعمل ايه ديزاين لكيرب. اعيد النظر في خط في نصف خطر المنحنة. عشان يلائم المبنى اللي موجود كعائق. لحد كده فيه مشكلة في الكلام اللي قلناه في محاضرة النهار ده. تماما يا ببت. حد عنده واسئلة. شكرا لحضرتك والله. طيب العاف. ممكن ان نبدأ في المنحنة الرئاسي. لا لا ده حلو اوكي. لا ده انا بحسب كده كفاية والله او. طيب اعلاقه. والله يا دكتور والله العظيم احنا احنا ماخنين ومتراكم علينا حاجات كثير وانا عجل. كفاية كده دكتور. كفاية كده دكتور. كفاية لا 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 محمي يا دارك. طيب ما بتتخنقوش. ما بتتخنقوش. اعلم ما بتتخنقوش من الطرق. ما ادى حلو. نتراكم عليكم يا دكتور حاجات كده. بس تتخنقوش. تتخنقوش. تتخنقوش بقا وتتخنقوش. خلاص. انا مش حبدأ في المنحنة. انا كنت نوية بس اقول معادلته وكده. بس ما فيش مشكلة. خلينا نبتدي فيها المحاضرة الجاية ان شاء الله في المدرج. خلي بالكو الأسبوع الجاية الأسبوع الخامس فاحنا معندناش محاضرات انلاين. احنا محاضرات هنكون في المدرج. فاكرين معنا محاضراتكو امتى؟ الساعة. الساعة كام؟ تمانية ونص. تمانية ونص. في المدرج اتناشر. تماما يا دكتور. نتقابل على خير الاسبوع الجاية في المدرج بازن الله. بازن الله. ان شاء الله دكتور. ومن فضلكم وانتوا جايين لو سمحتوا. اهتموا بصحككم واهتموا بقواعد التباعد الاجتماعي والكمان. خلاص? ان شاء الله يا دكتور. هشوفكم في المدرج الاسبوع الجاية. ولو حد عنده اي احنا شرحناها في المحاضرات الانلاين. وحابب ان انا اقولها تاني على الصبورة. ياريت تكون محاضر سؤاله في اول المحاضرة. كده تمام? تمام يا دكتور. ممكن بس حضرتك يا دكتور تنزل لنا المحاضرة بتاع المحاضرة بتاع يوم الخميس دي وقت. قبلها بحيث ان احنا نجي لطبيعينها يعني. حاضر. فانزلها لكم النهاردة على 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 التيمز. اوكي? تمام. عشان بس نتبعها وتبقى معانا. انكم طلبوا. بعد اذنكم لو سمحتوا. ممكن بعد اذنكم الناس اللي بتسجل المحاضرات. انتوا بتعملوا دا واللود للفيديو صح? ايوة تماما. وبنشايروه فين? اللي يزون ملاق كل ما حضروش. لا هو بيبقى متاح لك لكل الناس اللي موجودة على التيم. مش بنشايره هو متاح ان احنا نسي. طب ممكن اطلب منكم طلب واحد فيكو فين من دوبة دفعة محمد. مش موجود النهاردة? انا نوب عنه. مين اللي هينوب عنه محمد طارق? ايوة شوالله. ممكن اطلب منك طلب يا محمد لو سمحت بس تبقى مسؤول قدامي عن الطلب ده وتجاوبني فيه. شوالله يا دكتور. عايزك تدون لود المحاضرات دي وساي تقدر ترفعها على درايف ولا حاجة وتبعت لي اللينك بتاع عشان انا عايزة اشاير المحاضرات دي على منصة كلية. حاضر يا دكتور. بتفكر. لا او انا بس انا انا بشتغل على داتا مش عندي ويفاي فانا هنسك المدودة